كابتن حشيش دور قناتي الأهلي والزمالك من هنا لغاية طبعا المباراة شايفت دور يعني من قمة نظرك يكون عامل ازاي دور مهم جدا جدا يعني سواء قناة الأهلي أو قناة زمالك عليهم دور كبير قوي في تهدئة الأجواء لازم يأهلوا الناس يعني أنا شاف الأطراف كلها سواء أهلي أو زمالك يعني احنا لازم حنكسب والتانيين لازم حنكسب فلازم يأهلوا الناس أو جمهور أن يا جماعة ده مكسب وخسارة وممكن الكويس يتغلب وممكن الوحش يكسب وضماتش وظروف يعني الأهلي ممكن كان يبقى كويس ويتغلب والزمالك يبقى كويس ويتغلب ما عارف مطشات أهلي وزمالك دي مالهاش بالقياس أحيانا الزمالك بيبقى وحش قبل المبارات الأهلي وزمالك وبيكسب والعكس الصحيح بالنسبة للنادي الأهلي هو توفيق وحالة وحالة اللعيبة والشحن الزايد كمان ممكن يوطر اللعيبة يعني أهم حاجة أنا في رأيي المطش اللي جايدة هو أن ازاي الجهازين يقدر يهدوا اللعيبة ويبعدوهم خالص عن الأجواء لغاية فترة كبيرة يعني بالنسبة للنادي الأهلي لو هكلم عن نادي الأهلي مسلماني عايز يبقى في معذكر في برج العرب قبلها ويعمل مطشين يعني بطريقة معينة عايز يبعد بالناس التلفونات دي لازم تتلغي الموبايلات خالص لأن اللعيبة برضو غصبا عنها بتبص على الكلام ده شايف النغمة يعني بتتصاعد على الفيسبوك يعني حاجة صعبة كل واحد فيه تربص تعرف اسلام فيه تربص كل واحد بيحصل موقف سواء من الأهلي أو من الزمالك تلاقي التاني لازم يطلع على طول السلبيات اللي فيه زي ما هنتكلم برضو على كابتن حسام والتصريح اللي عمله لمصطفى مصطفى لعيب كويس جدا جدا بس ايه المشكلة ان الكابتن حسام يقول عليه الكلام ده ايه المشكلة يعني انت لما محمد صلاح بدأ احتراف برة مش كنت بتقول واحترف في أحسن حتة برة مش كنت بتقول بس محمد صلاح نقصه الحتة مش عارف ايه لازم يكمل معرفش ايه لازم حتة ده ومش حد كامل احسن لعيبة في العالم كان عندها دفاعات في مناطق معينة احسن لعيبة في العالم وده لعيب صغير ولسه وده لعيب المنتخب بيقول الراجل ده كويس بس عايز يتزبط في حاجات معينة مش عيبة جماعة تحس ان فيه تربص يعني في المنطقة دي او في الجزيرة